اذا ما زلنا معكم في العالم هذا الصباح هو ميدان رياضي جديد اختحمته المرأة الكويتية بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة وصارت منافسة قوية على القابة هو سباقات القدرة والتحمل للخيول حيث حققت الفارسات الكويتيات حضورا لافتا في هذا الميدان سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي التفاصيل في هذا التقرير لعقود ظلت رياضة سباقات القدرة والتحمل للخيول حكرا على الرجال وميدانا سيطر فيه الذكور على المشهد لكن السنوات الاخيرة شهدت اقتحام المرأة ميدان القدرة والتحمل ودخلت في منافسة قوية مع الرجل على صهوة الجياد وفي الميادين الوعرة والشاقة وعلى رمال الصحاري القاحلة ولم تكتف المرأة الفارسة بشرف المحاولة فقط بل طورت من قدراتها ورفعت من عزيمتها حيث اعتلت منصات التتويج في اكثر من ميدان محلي وخارجي وتشهد رياضة فروسية القدرة والتحمل تناميا كبيرا في مشاركات النساء خلال السنوات الاخيرة وباتت لهن سباقات خاصة تتنافس عليها فارسات من شتى بقاع العالم وكان الفارسات الكويتيات حضورهن اللافت في سباقات القدرة والتحمل المحلية والخليجية والدولية وحققنا انجازات اللافتة تبشر بمستقبل مشرق للمرأة الكويتية في ميدان رياضي تنافسي شاق ويتطلب صلابة وقدرة كبيرة على التحمل سواء للجياد او لمن يمتطي صهوتها للحديث اكثر حول هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف معنا في الستوديو الفارسة الكويتية هبا ليعيش والمدرب صالح نور الدين المتخصص في سباقات القدرة والتحمل حياكم الله في بنامج العالم هذا الصباح الله يحيي اهلا وسهلا فيكم كابتن صالح نتكلم عن سباقات القدرة والتحمل فترة الاخيرة نشوفها شهدت شعبية كبيرة بين الخليجيين وخاصة في السنوات الاخيرة سر هذا التنامي في اعداد سباقات التحمل بالنسبة للخيون اواشي اعطيكم العافية على الاستطافة الجميلة هذه القدرة والتحمل انتشرت نفس ما تفضلاتوا لاونة الاخيرة سببها شوفوا الاشخاص اللي قاعدين يهتمون لدعمون الرياضة هذه خليجيا سواء دول الامارات قطار والبحرين الكويت سعودية نعم فكلها شخصيات يعني قيادية جميل فحصلت دعم كبير والشعب اساسا يعني هاوي الخيل بطبيعته صحيح عرفت فالحمد الله يعني حصلنا قبول كبير من الشخصيات الداعمة لهذه اللعباء وهذه التحديد او هذا النوع من السباقات نعم نعم هبا ليعيش طبعا هي الفارسة اللي راح تكون ويانا ودخولت لميدان الفروسية وخاصة قدرة والتحمل يعني احنا لاحظنا شاهدنا من قبل فارسات لكن شوفهم قفز سباق ممكن لكن قدرة وتحمل هذا يمكن يعني حتى أنا يمكن بالمجال الرياضي يمكن اول مر مر علي كويتية ودش في هذا المجال اي هو دخولي للمجال الفروسية اساسا ميلي حق الرياضة بلشت فيها او شي بلشت عن التدريب العادي بالنواد العادية نعم حتى كنت قفز يعني كنت قفز وكتدرب غفز وكان بس بجرد تفكيري هدفي الاساس الفروسية بعدين مع التجربة تجربت الاندورنس القدرة ويعني او شي بالبداية كان اول شي تجربة بعدين شفتني انا ملت حق المجال اكثر فدخلت كتدريب بلش فيك تدريب من خمس سنين تقريبا ومستمرة فيه الحمد لله ونلاقيه مكانت فيه يعني هل تتوقعين ان الانجازات شلو كانت الانجازات الانجازية وشلو تتوقعين شلو طموحاتش في هذا المجال والله الانجازات تعال عندي عدة مشاركات بالكويت وخارج الكويت يعني اول ما دخلت مجال قدرة يعني شبت اذا شاركت بطولات برى الكويت بلشت فيها قبل كانت الكويت الحين تغريبا مشاركات ما في مشاركات نسائية بالقدرة بالكويت طموحاتي ان شاء الله يوصل حق بطولة العالم بالقدرة ان شاء الله ان شاء الله الله يوحك الله يسلم كابتن صالح الخيول طبعا هي انواء نعم قدرة والتحمل يمكن ياريت يعني تصلح معلوقتي هذه انا ادري مثلا الحصان الاسترالي هو الاكثر تحمل والله اعلم انتو اخبر نعم نوعية الخير اللي تختارونا حق هذه المسابقة بالتحديد نوع معين اصالة معينة يعني هي طبعا خيل عربية افضل خيل لقدرة تحمل قدرة تحمل نعم ما شاء الله استرالي نسو ما تفضلت خيلها جيدة لان مراعيها كبيرة فيما تاخذ منه محصان من نشئته من ولادته لين صار حصان يركب يقطع مسافات كل يوم كبيرة لان مراعيها عود يعني يتمشي ياخذ له قول عشرة كيلو عشان يروح يرعاله شوية ويرد او يشرب ماي فمساحة كبيرة عندك بالكوية تنتج ما عندك ذيتش المساحة يعني تظلمة يعني نوعية الارض تنشئ لك بنيه جيدة للقدرة تحمل بس الخيل العربية هي افضل خيل حق القدرة تحمل وفي بيئتها اساسا مثل ما تفضلت اذا نيب الخيل الاسترالي وان كان قوي لكن البيئة ما تصلح له فالخيل العربي قوي ومناسب لهذه الرياضة وبنفس الوقت في بيئته الصار نعم نعم اذا كنا بنتكلم عن الاهتمام في هذه الحيوانات اذا كنا بنقول الفرس والخيل التغذية اللي تحتاجها هل تختلط عن باقي الرياضات اللي تتعلق بالخيل من ناحية التغذية من ناحية الاهتمام من ناحية التنظيم نعم التغذية طبعا الخيل احنا عندنا انواع مثلا خيل الجمال خيل الرئيس خيل القفز خيل القدرة خيل الانتاج بصورة عامة كل واحد لبرنامج غذائي بروحه برنامج تدريبي بروحه يعني خيل القدرة نظام تغذيته يختلف نسبة البروتين اللي يحتاج الجسم غير عن نسبة البروتين اللي يحتاجه خيل القفز مثلا او خيل السرعة او خيل الانتاج فلازم تغذب طريقة سليمة عشان تحصلين ناتج زي طبعا طيب من القفز الى التحمل هذه نقلة او القدرة او القدرة والقدرة والتحمل او سباك ثاني صح هذه النقلة بالنسبة لك وكلة بروسية بس النوعية غير نوعية شلي فرق وياتش او هذا المجال فرق عن لو لي افضل بالنسبة لك انتي كفارسة او بالنسبة لك البنات بشكل عام خلنت تكلم بالنسبة لي بالنسبة لي البنات شخصيا او شي فرق انه كوني انا احب الخيل من انتقلت من القفز الى الاندورنز صرت كفارسة او كشخص ايقضي وقت اكثر مع الخيل لي علاقة اكثر بالخيل ومجرد انه ركوب وخلص لي كلاس اللي هو بالقفز بعد دقائق ويخلصون حزة المنافسة احنا لا احنا منافستنا من الصبح الى الظهر تقعد مرات للعصر فانا قاعد يقضي وقتي مع الخيل اكثر انا لازم يكون في كونتاكت بيني وبين الخيل في رابط يكون بينكم هذه النقطة انا بغتها سألت عنها انه يمكن في الفروسية او في السباقات سباق العادي او القفز او هذا في علاقة تربط الفارس بالخيل ايه هو لا بتبع علاقة بس انا احنا 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 بالاندورنز او بالقدرة تكون اقوى لان الوقت اساسا اللي يقضي معا الخيل اكثر بالنسبة لي انا شخصيا انا شي احبه فقاعد اسوي وقت اطول انه وجودي مع الخيل لانه كالفروسية نفسها اكثر كنا حتى طبيعة الرياضة نفسها هي تحتاج تيم وورك بينك وبين حتى لو مع الفريقي يعني فهذه كلها اشياء تساعد هذه فرقت معاي مع الغفز الغفز نوعا ما يعني كان مجرد كلاس او يعني دقائق معينة شنه واجب كنت تسوي وخلص منه انا لقيت يعني يعني حابة هالشي وقاعدت حسين نفسها شنو بختة من اللقاء شنو نقدر نقول حق البنات اللي يتشجعون انهم يجربون هذا النوع من الرياضة شنون يعرفون انهم مؤهلات انهم يكونون فارسات اول شي انا نشوف الفروسية انه محد محد رح يقدر انه يستمر فيها اذا ما يحبها لانه بالبداية خصوصا واحد تهوه يتعلم بيشوف وعيد صعوبات يعطيكم العافية فاذا الواحد يحبها رح يقدر يستمر مهنا طال وقت التدريب معه اكيد يعطيكم العافية طبعا كانوا معنا ضيوفنا اليوم الفارسة الكويتية هيب اليايش والمدرب صالح نور الدين المتخصص في سباقات القدرة والتحامل يعطيكم الف عافية وشاركوكم دائما في مراكز متطورة شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك نجيب إلى اللقاء مشاهدينا